من الضرورة بمكان الإلمام بأهمها وأشعيها والتي سنتحدث إليها عنها تباعا في هذه المحاضرة إن شاء الله أشار إلي بعض زملائكم بتجاوز محاضرة أورام الدماغ نظرا لضيق الوقت حاليا ويمكن أن نجعلها محاضرة مقررة إلا إن اتسعى الوقت لعرضها لاحقا فنحقوم بعرض المحاضرات الأكثر أهمية وأولوية أولا بأول فهلأ نحن نحكي اليوم عن اعتلالات العصبية المحيطية وبعدين إذا دل الوقت ممكن نعطي بعدين عن أورام الدماغ لأني عرفت من زملائكم أنه هي رح تاخدوها بالأشعة بشكل مفصل أكتر يا جماعة الصوت واضح والشرح يعني كافي لألكم بالنسبة لأنه رح نتجاوز اليوم حضرت أورام الدماغ ونحكي عن اعتلالات وأذيات الجهاز العصبية المحيطية تمام يا جماعة؟ تمام شكرا بالنسبة لمستلح اعتلال العصبية معناته في الجهاز العصبية المحيطية فيه مشكلة هو طبعا مسؤول عن كتير وظائف متعددة وهذا ممكن يسوي اضطراب عام في أغلب أجسد الجسم الأخرى حاليا فيه حوالي مئة نمط مدروس على الأقل من اعتلالات العصب المحيطية ومنهم من قال أنها قد تصل إلى مئتين إذا أخذنا سب تايب وسب كلاس وكل نمط من هاي الأنماط له أعراض خاصة تظاهرات سريرية خاصة تطور وإنذار مختلف بشكل عام بشكل عام نحن بهمنا الشيء الرئيسي ونقاط العلام والشيء الأساسي الذي نشتغل عليه بغض نظر عن الدخول في التفرعات اللي هي تخصصية بحتة تدرس في أمراض العصبية الخاصة الاتراب بشكل رئيسي يصيب الجذور الظهرية والبطنية للنقعة الشوكي ويصيب عقد الجذور الظهرية النجمية أو العقد اللي يبتجي عن النجمية والضفيرة العضودية والقطونية والعجوزية والعصاب القحفية معدل أول والثاني وممكن يصيب العصاب الحسسية والحركية والجهاز الذاتي العصاب الذاتي والعصاب مختلطة الأخرى سيتم التركيز في هذا النوع من الاترابات على العصبونات التي تنشأ من القرن الأمامي النقعة الشوكي العصبونات النجمية والجزء العصبوني المحيط من العقدة الحسية اللي يبتجي على العصبونات النجمية مع وجود المشبك العصبي بمحادات الجدر الخلفي يعتمد تصنيف الألياف العصبية المحيطية على عدة عوامل ويرتكز التصنيف التشريحي على قطر هذه الألياف وكمية غمض النخاعين بها مروراً بغمض شوان يعني قطر اللي في العصب يأديه وفيه غمض نخاعين اللي مافي حيث يساهم هذان العاملان بزيادة سرعة النقل للسيارة العصبية غمض النخاعين بيخلي اللي في العصبي أو السيارة العصبية أسرع لأنه يسمى النقل القفزي أو النقل الوثاب أو النقل القافز لذلك كان لابد من اكتساع الألياف العصبية لتقوم بنقل أهم المعلومات وكمية كافية من هذا الغمض فهي مغمدة ألياف بيضاء كما تعتبر الألياف الأكبر قطراً أسرع نقلاً لذلك سنتطرق لدراسة هذا التصنيف موضحين أنماط الألياف العصبية الحسية بالترتيب من الأكبر للأصغر ومن الأكثر اكتساعاً لعدمة النخاعين التي يكسوها فقط مضشون النمط الأول هو النمط A كبيرة A صغيرة أو AA اللي هو أكثر سماكة تغمداً بغمض النخاعين مايالينشيث وهي مسؤول عن نقل الحس العميقة وتشكل الطريق الوارد للمعكسات النمط الثاني أو A بيتا وهذاك الأي ألفة أو الأي أي وفي عندك الأي سيجما وأي جاما إلى آخره تشترك مع الألياف بنقل الحس السطحي بنقل الحس السطحي حقيقةً هام جداً أنه النمط الثالث اللي هو الأي سيجما تنقل الحس الألم الأولي إضافة الحس السطحي النمط C وهو أصغر الألياف حجماً وغير مغمدة بالنخاعين وتنقل الحس الألم الثانوي الأنماط المرسومة على اليسار هي الأنماط الأكثر شيوعاً هي الأنماط الأكثر شيوعاً عنا النمط الأكبر والأكثر تغمداً عم نشوف عنا لفات كبيرة على المحوار والمحوار هو بالأساس كبير لون الأحمر هون محوار أصغر واللفات أقل هون لفات أقل محوار أصغر عم نشوف أول شيء نمط المحوار الأنماط الأربعة الأي ألفة والأي بيتة وسجما أو جاما وسي عنا قطر بالميكرومتر بين 13 إلى 20 الأي ألفة الأي بيتة ستة لتنعاش بين واحدة لخمسة الأي سجما والسي هو اتنين لواحد ونص بالنسبة لسرعة النقل من اللي أو متر بالثانية الأولى وسطياً يعني مية بالثانية سرعتها بين تمانية لمية وعشرين بالثانية مية وسطياً الثاني بين ثلاثة أمسة وثلاثة أسابعين الثالثة بين خمسة لخمسة وثلاثين والرابعة تقريبا بين يعني نص لا الاثنين حقيقة يعني متر بيء الثاني فكل مكان أكبر كل مكان نقل أسرع والتغمد أكثر يمكن الحس اللمس والضغط إيقاف نقل حس الألم إغلاق بوابة الألم وذلك من خلال تأثيرها بأليا مباشرة على القرن خلفي نخاع الشوكي لذلك نقوم غريزيا بفرق منطقة الألم على أمل التخفيف منه قليلا معلومة أهمة جدا أنه حس اللمس والضغط يمكن أن يقف نقل حس الألم إن كان الألم يعني ممكن إيقافه بهذه الطريقة إذن حس اللمس والضغط وذلك بسبب تأثير المباشر على القرن خلفي نخاع الشوكي مرورا بالعقدة الشوكية والعسبونات في القرن أمام العقدة النجمية أو العسبونات النجمية أنواع الألم الألم نوعان بدئي الثانوي أو أولي الثانوي الأولي سريع وشديد ينتقل عبر الألياف A سيجما ويحدث بوخص الدبوس مثلا الألم الثانوي بطيء ومض ومستمر ينتقل عبر الألياف C هذا عبر الألياف C هام لأنه يصادف هناك كثير في عيادات العصبية Type C من الألياف هي بتنقل الألم الثانوي Type A سيجما بتنقل الألم الأول سريرياً تتنوع التظاهرات السريرية عند إصابة الألياف الحسية بالالتهاب وذلك حسب وظيفة لي في المصاب فإصابة الألياف أي ألفة تسبب غياب منعكسات وظهور علامة رومبرج بينما تسبب إصابة تلك المسؤولة على نقل الحس خدراً أو حس بالحرقة أو الوخز ومنه يمكننا استنتاج أن نمط الألياف المتأثر بالمرض حسب عرض الظاهرة عند المريض يعني شو عبيشكي المريض عبيشكي من خدر نمل وخز دياب منعكسات يهور علامة رومبرج فهي اللي بتكون مسؤولة عن هذا الموضوع من التعابير التي يستخدم المريض لإصابة حس العميق أشعر أن قدمية أو قدمية مربوطتان وأشعر كأنني أمشي على الحصة أو الإسفنج أمشي على البحصة أو الإسفنج وأدمام وجريم ربطات فهذا قد يدل على إصابة الحس العميق في الأغلب نسبة لهذه الصورة التقريبية اللي بتحكي عن أنواع الألياف العصبية والعلاقة ما بين قطرها وتغمضها من جهة ووظيفتها من جهة أخرى فبشكل عام عم نشوف أنه الوظيفة الحركية اليسار الحسية هي أوسع وظيفة والذاتية الإنباتية الحركية بكون مغمدة بالنخاعين الأي ألف هي المسؤولة فهي عم تشمل نمط كبير من الحركة والوظائف بتمر عن طريقة السيطرة على العضلات وأيضا إذا دخلنا على النمط الثاني اللي هو أيضا مغمدة بالنخاعين بندخل على الحس الحس بشكل أساسي أي ألفة وبتة مغمدة بالنخاعين جزء كبير منه حس اللمس والاتزاز والوضع بشكل عام بيصغر هذا الشيء بالإحساس إذا كان التغمد بالنخاعين أقل وبيصغر أقل وبيصير أقل وأقل إذا كان التغمد أقل وأقل أو غير مغمد أما الألياف الذاتية الإنباتية الإعاشية جهاز الودي ونظير الودي فهي نوعان مغمدة بشكل نحيث أو رفيع أو قليل وغير مغمدة طبعا ترفي حضرتكم هي إلى علاقة بالنبض الألب والضغط الدموي والتعرق ووضائف الجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي الجهاز البولي التناسلي ما هي الإتيولوجي لإعتلال الأعصاب في عنا ثلاثة آليات بصراحة لإعتلال الأعصاب اعتلالات بأذية المحوار وزيال زوال قطعي لغمد النخاعين وأذية الجسم الخلية العصبية بشكل أساسي تنكس المحوار أو أذية محوار خلية العصبية التاني هو بعض القطع لغمد النخاعين بصير فيها مشكلة الذهابية أو قطع رضي أو قطع ورمي أو مناعي إلى آخرين وأذية جسم خلية العصبية هذا الشيء نادر إذن صاب المحوار العصبي نقطع يعني بتتوقف نقل السيال العصبية ويحدث ذمور عضلي لغياب التحفيز العصبي العضلة ما بقى تتنبه فبصير ذمور فيها نتيجة ما فيقاش تنبيه عصبي زوال غمد النخاعين لما بيزول بصير سرعة النقل العصبي للسيال العصبي أقل ولكن لا يحدث ذمور العضلي لأنه سيلعب توصل فيه تنبيه عصبي للعضلة فبتضلش العضلية شغالة ولكن بالحد الأدنى دون ذمور واضحة في عنا شيء اسمه Valerian Degenerative أو التنكس الفاليرياني في القطعة السفرية من محوار العصب المقطوع ويهدف لتوفير بيئة مجهرية تحفز على إعادة تشكل العصب واستعادته وظيفته لذلك يجب التريث عدد أسابيع عند معارش مثل الإصابات حتى يكتمل حدوث التنكس ويستفيد المريض من إعادة وصف العصب المقطوع يعني هذا التنكس الفاليرياني هام جدا لإعادة البناء إعادة البناء وإعادة تشكيل العصب واستعيد جزء من وظيفته أو وظيفته كاملة حسب شدة الأذية حسب مكان القطع وحسب نوع العصب المقطوع أو نوع الأذية التي وصلت للعصب عم نشوف الفرق بالحالة الطبيعية وحالة صبت محوار أو غمض النخاعين بتنكس الفاليرياني كمان هم نشوفه فعم نشوف باليسار هذا جسم خلية العصبية مثلا خلية نجمية وبطلع منه هون يمين يسار ثلاثة يولية وهذا المحوار محوار هوني عنا غمض النخاعين غمض النخاعين وعنا يبقى عقدران فيها هي عقدران فيها الحلقية وبالنسبة لأهلي خلية اسم خلية الشوان لما بيضل الأزرق الحال وخط الأزرق لما بيروح غمض النخاعين بيضل غمض الشوان موجود وهذا المشبك العصبي العضلي وهي العضلة هادو الأنوية أنوية المحوار أنوية الخلية الشوان فهذا الشكل الطبيعي التنكس والريان التنكس والرياني بصار قطع هون فالسهية العصبية بيبقى توصل للعضلة العضلة هون كانت حجمة طبيعية هون زغرت دمرت فبصير دمور ريثما يستعيد العصب وظيفته وريثما يتم تشكيل بقية المحوار العصبي مع غمض النخاعين مع وجود عقد رموية الحلقية التالتة هو زوال تميلن أو تغمض غمض النخاعين القطعي فعم نشوف مثلا بعدما يخرج المحوار من جسم الخلية العصبية فيه عن غمض النخاعين موجود وخليت شوان موجودة بعدين صار تنكس على قطعتين بحقد رموية حلقية بعدين الأخيرة الموصولة بالعضلة سليمة فهذا بصير فيه نوع من نوع التنكس الثانوي ولكن هون بيضل فيه نقلة السهلة العصبية لأنه منقوله بالأول منقوله بالأخير تقريبا بس بتنخفض صار تنكس العصبي فبضل فيه تنبيه للعضلة العضلة ما بتضمر أما تنكس المحوار تنكس المحوار بشكل كبير فهو أيضا نسبب دمور عضالي لانعدام وصول التنبيه العصبي النقطة التي تليها ألا وهي أعراض وعلامات الاعتلال العصبي تقسم أعراض الاعتلال العصبية حسب وظيفة العصب متأذي وتكون على ثلاث أشكال حسية حركية ذاتية الأعراض الحسية هي الألم ممكن يكون واخس أو طعن أو حارق خدر تنميل فقدان الحس اضطرابات التوازن أما عن الأعراض الحركية فهي أعراض إصابة العصبون المحرك السفلي اللورموتور نيرون نورون السفلي ففيها ضعف وضمور عضلات تقلصات حزمية وتقلص عضلي موجي ورجفان وتراجع في المهارات اليدوية وصعوب التناول الطعام وتشنجات عضلية ومعص عضلي أي الأعراض الحركية الأساسية العلاءة بشكل أساسي بالحركات العضلية العراض الذاتية العلاءة بالجهاز الإعاشي الودي نظير الودي هبوط الضغط الانتصابي عدم تحمل حرارة اضطرابات في التغوض واضطرابات في التبول واضطرابات في الوظيفة الجنسية نوبات الأغماء واضطرابات تعرق زيادة أو نقصان القهم والغثيان والإقياء والخزل المعيدي المعوي إذن هي الأعراض الثلاثة أعراض حسية أعراض حركية أعراض ذاتية في عنا شيء اسمه أعراض وتظاهرات جلدية فبيكون هي عبارة عن تظاهر لمرض آخر ويترافق مع علامات تشاهد على الجلد ومنحقاته وتساعدنا بالتوجه نحو التشخيص الصحيح التزرق الشبكي بيدلع بشكل رئيسي على الفاسكلايتس التهاب الأوعي هذا التزرق الشبكي الفرفريات والكدمات تدلع على بعض الترابات النزفية والتهاب الأعصاب المرافق لوجود الجلوبيولينات القرية الباردة في الدم فعمشوف كدمات فرفرية في متلازمة اعتلال الجلوبيولينات القرية الباردة في الدم فعمشوف وجود اعتلال في نهاية الأصابع نتيجة البرد اللي هو ممكن يكون موجود ببعض المتلازمات ايضا ممكن تشوف التقرانات الوعائية التقرانات الوعائية ممكن مثل مرض فابري فابري ديزيز ورمعاء قرني في الخصين والتصبغات الجلدية في مرض الجذام المظاهر السريرية الجلدية في سياق متلازمة فومس اللي هي في تصبغات جلدية وتبقرة أصابع وجلد جاف وثخين بشكل أساسي هي مؤلفة من خمس تظاهرات أساسية البي بيلونيراي بولينيروباثي هاتي الأصاب متعدد تضخم الأعضاء وضخمة الأعضاء أورغانوميجالي واضطربات الغدد الصم قديمة أو اندوكرانيوباثي والأم هي أضاد غير طبيعية أضاد الأم الأم بروتين وتكون اي جي جي أو اي جي اي بالعادة الجي أو الاي بتكون هاي الأضاد الاس هي على السكن سكن تغيرات الجلدية وأيضا نشاهد سادسا اندفاعات فقاعية تشاهد في البورفيريا متعددة الأشكال أو البورفيريا المبقرشة المبرقشة السماك يشاهد في داء رفسوم ويظهر على البطن والأشع وعلى الأطراف ما هو داء رفسوم؟ داء رفسوم هو عبارة عن اعتلال أعصاب محيطية وصعوبة في المشي مع رنح مخيخي صمم حسي عصبي ومشاكل في الرؤية كالتهاب الشبكي الصباغي حيث تسمح الرؤية أمبوبية في داء رفسوم الآلية هي اضطراب واعتلال البروكسوزوم بيروكسوزومات تكون معتلة وداء رفسوم هو أحد أنواع متلازمة أو طيف واسع من متلازمة زيل وجر زيل وجر ديزيز أو زيل وجر سندروم وهو طيف يضم إلى رفسوم زيل وجر ديزيز وحثل المادة البيضاء الكذري اضطراب آلية اضطراب آلية اضالة النفايات من الخلية وذلك على مستوى البروكسوزوم خط ميس أو خطوط ميس تشاهد عند وجود الانسمامات بالزرنيخ أو الزئبق هذا الخط المعترض الحاصة غياب الشعر تترافق مع الانسمام بالثاليوم الشعر المتجعد أو المجعد ويشاهد في الاعتلال العصبي عملاق المحور بالمحاورة الضخمة ويصيب الأطفال بشكل أساسي بالنسبة للثاليوم الطريق الأساسي لأله هو أزرق الميتالين هو عبارة عن ماد دمال لا طعم ولا لون ولا شيء مثل المي تأثير بطي وتسبب اعتلال العصاب محيطية ومثل ما ذكرنا هنا أنه ممكن يترافق مع الحاصة الشاملة بعض التظاهرات الأخرى هو تسمك الأعصاب وهو قد يكون موجود في العديد من الحالات في العيادات ونشاهده في المنطقة وهو تسمك وهو تسمك يصيب غمض النخاعين في ذر العصاب بشكل واضح ومتسوس ويظن بعضهم أنه وطر للعضلة يشاهد في الجذام والداء السكري بشكل أساسي والداء النشواني الداء النشواني يكون له العديد من الآليات والذي نصادفه في هذه الفترة هو الناجم عن اختلاطات ال-FMF فاميلي الميتديني الفيفر هم البحر المتوسط الورام الليفي العصبي وداء ريفسوم وبعض المتلازمات العصبية مثل ديجورين سوتاس ديزيز وروسي ليفي سندروم هذا ممكن يظن بعضهم أنه وطر أو جزء من وطر إما العضلة القطرائية أو العضلة القذالية العنقية ولكن في الحقيقة إنه عصب متضخم ومتسمك تشوهات الهيكلية في الأطراف والعمد الفقري خاصة في الأقدام واليدين أو العمد الفقري وجودها يدل على التاب عصاب من الطفولة مزمن غارب ما يكون وراثيا بعض هذه التشوهات وهي الحنف القفدي والقدم المخلبية والقدم الجوفاء والجناف الحدبي عم نشوف نحن جنف هذا عندها هي الطفلة وهي قدم جوفاء وهذا الحنف القفدي أو القدم القفداء في شيء تاني اسمه إصابة العصاب القحفية الإصابة العصاب القحفية هي بصراحة يعني ليست عصاب محيطية عصاب مركزية ولكن إصابة العصاب الوجهي بالخاصة تحدث عادة إصابة ثنائية الجانب العصاب الوجهي في مرض جليان باريه حيث تغيب معالم التعبيرية لوجه المريض فيبدو كأنه مكتئب طوال الوقت ومشاهد إصابة العصاب القحفية في أمراض عديدة منها جليان باريه داء لايم وساركو دوزيز ساركويد والإيدز اعتلال العصاب الأميلويدي العائلي اللي هو داء النشواني وداء تنيجر أو تنيجر واعتلال العصاب والجذور المزيل للنخاعين هذه مرافقة لأذيات محيطية أذيات جهازية يترافق فيها أذية العصاب القحفية وهي ليست شائعة في العام الأغلب أنماط الاعتلالات العصبية يوجد ثلاث أنماط رئيسة اعتلال العصبي نيرو باثي والاعتلال المحواري أكزونو باثي والاعتلال النخاعيني مايالينو باثي اعتلال العصبي يصيب جسم الخلية العصبي جسم العصبون وهو نادر أما يكون عصبونات محركة بتنصب أو عصبونات حسية بتنصب عصبونات محركة تفقنا بقرن أمام نخاع الشوقية عصبونات النجمية مثل داء الوحدات المحركة أما إصابة العصبورات الحسية في العقد الشوكية الجذر خلفي العصب الشوكي في الانتنات مثل حلاء نطاقي أو بشكل مميز في بعض الأورام كما نراحض الزوال الحس على امتداد مناطق كبيرة من الجسم ولكن دون أن يلتزم بتوزع محدد العصاب يكون بشكل بقعي أو مرقط الاعتلال المحواري أهم أسبابه الأذيات الرضية والانسمامات والاضطرابات الاستقلابية ويرتبط بطول المحوار غالبا وهنا نشاهده إصابة قاسية متناظرة إصابة الطرف البعيد وتكون متناظرة في العام الأغلب بما يتعلق باعتلال غمض النخاعين وهو اعتلال نخاعيني إما يكون ويراثي هرداتياري إما أن يكون ويراثي أو التهابي لا يرتبط بطول المحوار ويكون على شكلين إما بقعي قطعي أو منتشر الالتهاب بيكون بقعي أو قطعي مثل اعتلال النخاعين بجيليان باري أو منتشر مثل يكون ويراثي إذن الصورة الأيسر في الأيسر تدلنا على هذه الاترابات نبدأ من الأسفل الأكزونوباثي أذية المحوار عند ارتباط المحوار ووصله إلى الخلية العضلية يحدث بمور نيروباثي هو اعتلال وأذية جسم الخلية العصبية بتلخبط كل شيء حتى المحوار المايلينوباثي اعتلال غمض النخاعين عم شوفوا غياب غمض النخاعين تربعوا قدراً في الحلقية في أماكن متعددة من بدءاً من وجود المحوار من انطلاق المحوار من جسم الخلية العصبية حتى وصوله إلى العضلة أما الفيزيولوجيك ستيت الحالة الطبيعية الفيزيولوجية الوظيفية جسم الخلية العصبية والنواة المحوار يغمضهم من النخاعين من النخاعين سليم والمشبك العصبي العضلين نميز بين الألماط السابقة عبر تخطيط العصاب تخطيط العصاب حيث نشاهد بإصابة محوار تناقص بسرعة الإشارة بينما نشاهد بزوال غمض النخاعين تطاول زمن النقل وتغير شكل الموجة السرعة تنخفض عند زوال غمض النخاعين أو تأذيه كما يحدث ذلك في جليام باري التصنيف اعتماداً على الفحص السريري والسوابق المرضية يعني سبع أسئلين لازم كل طبيب حادث من بيناتك ونسألون للمريض عشان يحسن يعمل مقاربة شو هي السبع أسئلة أول شيء ما هو نوع الليف العصبي هل هو حسي أم حركي أم ذاتي أو مختلط ما شكل ضعف العضلين وجد ضعف داني أو قاسي متناظر ولا غير متناظر ساعد ولا نازل له سوية حسية لما له ما هو شكل إصابة الحس إن وجدت حس عميق ولا الحرارة ولا في مشكلة باللمس ولا أكثر من وحده هل هناك دلائل على إصابة العصبون محرك علوي هل هناك سوية حسية ومراكسية مشتدة هل هذه التظاهرات حادة أم تحت حدة مزمنة هل هناك دلائل على اعتلال مراثي أو قصة عائلية أم أن هناك أخيراً هل هناك أمراض مرافقة جهازية أو غير جهازية أو قصة دوائية هذه الأسئلة السبعة هامة لمعرفة ما هي ما هي التوجهات نحو التشخيص وماذا يمكن أطلب استقصاءات لاحقة اعتلال العصاب الوحيد مونونيورباثي وهو أذية معزولة لأحد عصاب الجسم هم أسبابي هو انضغاط العصب والداء السكري مشوف الداء السكري بيدخل بكتير أصص بالنسبة اعتلال عصاب محيطية انضغاط العصب الناصف في متلازمة النفقة الرزغية التي تحدث نتيجة انضغاطها هي نتيجة وذنة في المكان أو نتيجة الحمل أو نتيجة الجهد الزائد في هذا المكان غير المحسوب والمدروس اعتلال عصاب وحيد متعدد وهو أذية معزولة لعدة عصاب بالجسم اجتماع إصابة العصاب الناصف في اليد اليمنى مع العصاب الزندي في اليد الأسرة والعصاب الشذوي في الساق اليمنى ثنين أو ثلاثة اعتلال عصاب متعدد فهون عمشوف منونيوروباثي مالتي بليكس عصاب وحيد متعدد هون عمشوف بولينيوروباثي هو أذية لعدة عصاب بالجسم هون أذية معزولة لعدة عصاب بالجسم وتكون متناظرة في أغلب الأحيان هناك مشرط عمشوف الناصف بالإيد الزندي بالإيد اليسار هذا باليمين ويمكن أن نشاهد أدية العصاب الشذوي بالساق اليمنى في عنا مخطط هندرج ضمنه وتصنيفات التي تحدثنا عنها إصابة المحور العصبي التهابات الأوعية السكرية بالنسبة لإعتلال غمض النخاعين أو إصابة غمض النخاعين اعتلال عصاب المحركة متعدد البؤر واعتلال عصاب الجذور مزيل النخاعين أيضا المزمن بالنسبة لإعتلالات العصاب المحيطية في عنا إما إصابة محوار أو إصابة غمض النخاعين إصابة محوار إصابة حادة كيليام بورفيريا تحت حادة سكر إنسيمامات السقل وعوزي المزمنة تكون دراسية في العمل الغرب. أما إصابة تومد النقاعين. إصابة الشدفية قطعية تنخف السورة النقل العصبي تحت حاد ومزمن. ننتقل إلى بعض الملاحظات ذات شكل الاستقلابي. البورفيريا مجموعة من الأمراض ويراثية استقلابية في طريق أو سبيل تصنيع الهيم. الصباغ الدموي. وتكون أكثر شيوعا عند النساء والشباب حيث تظاهر بشكل هجمات حد من الألم بطني واعطيها عصاب محيطية وهو شكل نازل مع بعض الأعراض التنفسية والنفسية. أما الشكل المتأخر يتظاهر بشكل أعراض ولكن يرتب الشكل الخاص بالتسلم بالرصاص. إذن بورفيريا فيه وأذيات نفسية. فيه واعطي العصاب محيطية نازل وفيه ألم بطني وتأتي على شكل هجمات حادة. أما الأكثر شيوعا عند النساء والشباب بيكون بسبيل تصنيع الهيم. طالما أنه ما في تعرض للشمس واضح. التهاب النقاع المستعرض حكيناه بمحاضرة سابقة يدخل في التشخيص تفريط من عمرات جيلانباري وما يميزه هو السوية الحسية أو المستوى الحسي. على العكس جيلانباري وتكون فيه الأعراض الحسية أكثر كذلك وبشكل تشوش بالحس بدون مستوى واضح. أتي للعصاب محركة متعدد للبؤر. وهو مرض غير شائع يتظاهر بتطور بطيء وتدريجي لضعف وضمور عضلة يصيب غالبا الجذوع العصبية ليدين أكثر من قدمان. وتكون الألياف الحسية معفية نسبية من الإصابة ويترافق مع ضاد موجهة ضد الجانجليوسايد. الجي ام واحد جي امتنين هي أمراض يعني مناعية وراثية استقلابية عصبية حقيقة وهو استقلاب بشكل أساسي ونادر نسبيا. بالنسبة لإعتلال العصاب المتعددة عن الداء السكري في جيلانباريه من أهم اتنين رح ندرسهم وأكثر مصادفة في العيادات. أكثر اعتلالات العصاب المحيطية شوعا قد تحدث نتيجة إصابة المحاوير العصبية أو غمد النخاين. ونشاهد الإصابة المحورية بشكل أساسي في أدواء الاستقلابية والانسمامية وعوز الفيتامينات أو المعدن. ومن الأمثل على هذه الأمراض أدى السكري عوز الفايتامين بي 12 والكحول الخمر والـ HIV والأدوية. وقم كون الإصابة تشمل عدة عصاب. إلا أن إصابة أحدها ستكون المسيطرة غالبا بالشكل السريلي. أدى السكري. من الهمية في مكان أن يدرس بعناية وأن يتم الاهتمام به لأنه يمر معكم في أغلب تخصصات مهما كانت. يسبب كل أشكال الاعتلالات العصبية. اعتلال عصب وحيد أو وحيد متعدد أو متعدد. تصنيف إصابة العصاب المحيطية هي إصابة متناظرة بداية وغير متناظرة. إذا كانت متناظرة في اعتلالات العصاب الذاتية وأيضا في أذية الأعصاب الحركية الذاتية المتطورة بشكل مزمن والأذيات القاصية. وذلك بشكل أساسي اعتلالات العصاب الحسية المتعدد. الإصابة غير متناظرة في اعتلالات العصاب الحركية الدانية الحادة أو سب أكيوت تحت الحادة. إصابة قحفية وحيدة أو جدعية أو انضغطية. متلازمة قليام باري. تدعى أيضا اعتلالات العصاب والجذور مزين النخاعين الأكيوت افلماتوري. ديمانال راديو نيروباثي وهو النماط الأشيع. إذن وهو اعتلال العصاب والجذور المزين للنخاعين الحاد. الايدب أو الايدب. إذ توجد أنماط أخرى أقل شيء عن تضمن إصابة المحوار العصاب يعوضا عن غمط النخاعين. ويتميز عن باقي اعتلالات العصاب المحيطية بتطوره السريع خلال عدة أيام. محتمال تسببه بضعف عضل مهدد الحياة. لماذا؟ لأنه يصيب عضلات التنفس. ويسبب تثبتا تنفسيا نوسل المريض المنفسة ويدخل في اختلاطاتها. الألية الامراضية وهو مناعي. التهاب مناعي ذاتي يصيب العصاب المحيطية والجذور العصبية. ويسبب بشكل رئيسي زوالا حادا وقطعيا لغمط النخاعين. قد يستهدف خلايا شوان التي تصنعه في الجهاز عصبي المحيطية. يحدث غالبا بين اسبوعين او ثلاث اسابيع من انتان بالعطيفة الصائمية او الملتوية الصائمية الكامبيلوباكتر وهي الاشع وتسبب اسهالا. او بعض الفيروسات او الجراثيم اخرى مثل داء لايم والابشتاين بار او الابستيم بار فيروس والسيتوميغلوفيروس والهربسيمليكس فيروس. ابشتاين بار والمضخم للخلايا والحلاء والمفطورات او اصابة حديثة بالايدز او حتى بعد فيروس الكوفيد ناينتين. وقد يحدث بشكل لاحق ايضا اه لبعض اللقاحات او التخدير فوق الجافية او تطبيق جراء من حالات الخطرة او قد يترافق مع بعض الامراض الجهازية مثل هوتشكا ديزيز او السيل اي او الساركويد. وذكرت المراجع انه قد يرافق او يأتي بعد فترة من الاصابة بالملتوية الصائمية او الملتوية البوابية عفوا الهيليكوباكتر الهيليكوباكتر والكمبيلوباكتر كلاهما قد يحرضان حدوثها. الانتان بالملتوية الصائمية او العطيفة الصائمية اشع العوامل المحددة ترافقون مع متلازم جيلان باري. الشكل الاشع على الاصابة هو اعتلال عصبي التهابي مزيل النخاعين. وقد يتطور ويطور بعض المرضى الشكل المحواري التأدي المحواري او المحواري. وتتشكل هذه الاذية نتيجة التصالب المناعي بين المحددات السطحية لبعض ذرار الجراثيم مع جزئة تدعى الجي ام وون وهي نوع من الجانجليوزيد توجد بكثرة في غمض النخاعين المحيطة. الزملاء العزاء قد تكون الالية المناعية موجهة بشكل اساسي ضد الجي كيو وان بي جانجليوزيد. وذلك في متلازمة ميلر فشر. وهو مرض مشتق من جيلان باري. نشاهد فيه ادية المحيطية العصاب محيطية القحفية. هذه العصاب القحفية بسبب تواجد هذه الجزئة فيه من النخاعين لهذه العصاب. نميز عن اصابة مركزية بجدع الدماغ بزوال من عكسات وليس اجتدادها. لان ما يترافق بشكل العضلات العين الخارجية وشكل الحدقي ورنح اضافة التظاهرات جيلان باري الاخرى ومنها الدماغية. اذا ميلر فشر هو احد اشكال الالية المناعية لجيلان باري. فيه مشكلة بان الالية المناعية تكون متجهة بشكل اساسي ضد الجي كيو وان بي. وهو عبارة عن اذية محيطية لاعصاب قحفية. نميز عن الاصابة المركزية بجدع الدماغ بزوال المنعكسات وليس اجتدادها لان الاذية المركزية بجدع الدماغ تشتد منعكسات. بس جيلان باري اذية باساس محيطية. وشل العضلات العين الخارجية موجود بالميلر فشر. وشل الحدقي ورنح وايضا تظاهرات جيلان باري الاخرى. ما هي الاعراض ومعايير التشخيص? ضعف مترقي صاعد بشكل اساسي او اكثر بسبب اعتنال العصر. كيف بيكون؟ بيصيب الاطفال بشكل اساسي. اول شي الولد بصير يتفشكل. ما بقى يحسن يمشي. اول شي ما بقى يحسن يمشي منيح. بعدين بصير يتفشكل بمشيته. بعدين ما بقى فينه حتى يوقف. ممكن يوقف على اجر دون التاني. كل ماله الشلل بينتشر من القدمين الى عضلات الساقين. ثم عضلات الفخيذين. ثم عضلات الحوض وزنار الحوضي. ثم عضلات الجذع. ثم قد ينتقل ساعدا ال العضلات التنفسية. فبشانك اسمه الشلل الصاعد المتناظر. وهو عبارة عن صاعد مترقي بيطلع بالتدريج للعضلات. اكثر ما بيصيب العضلات الدانية. تنين غياب منعكسات خلال اول عشر ايام من الاصابة. بشكل اساسي غياب منعكسات في كل حالات جيلانباري. استمرار الاعراض لاقل من اربع اسابيع يكون اصابة حادة. لازم بجيلانباري يتم نفي الاسباب الاخرى. جيلانباري هو عبارة عن شلل رخوحات اسمه اي اف بي. الاكيوتفلسات بيراليسيز. الاكيوتفلسات بيراليسيز فيه اكتر من تسعين للميت مرض. فجيلانباري اشعوها او اشعرها. اه اقدر ممكن يكون تشخيص تفريقي لشلل الاطفال. في بعض الدول اللي فيها اندمك. مثل خلي نقول باكستان افغانستان غيره يعني. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة